اشتركوا في القناة رئيس وزراء المملكة المتحدة وتمنيات لشعب مملكة البحرين بدوام الرخاء والتقدم ورحب صاحب الجلالة باللورد طارق أحمد وأبلغه بنقل تحياته وتمنياته لرئيس الوزراء البريطاني بدوام التوفيق والسداد وللشعب البريطاني الصديق بالمزيد من الرقي والتطور وأشاد جلالته بالعلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي تمتد لسنوات طويلة من التنسيق المثمر والتعاون الوثيق في شتى المجالات مؤكدا جلالته الحرصة المتبادل على تعزيزها وتنميتها بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة منوها جلالته بالجهود الملموسة التي تقوم بها المملكة المتحدة لدعم أمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة وخلال اللقاء أكد جلالة الملك المفدى على الإنجازات النوعية والمهمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر منوها بحصول المملكة لأربعة أعوام على التوالي على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بتصنيف الدول الأكثر نجاحا في مكافحة الاتجار بالأشخاص كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما يعكس التزام المملكة التام بالمعايير الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي في التوجيهات الهادفة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان كما أشهد جلالته بما تشهده المملكة من تطوير وتنمية وازدهار في كافة أوجه الحياة من أجل خير ونماء شعبها العزيز وبدور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في صنع القرار وفي عملية التنمية والتطوير وتقلدها لأرفع المناصب والمسؤوليات مشيرا إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالشباب لتحقيق تطلعاته وأماله وإبراز قدراته في كافة ميادين الإبداع والابتكار من جانبه أعرب معالي اللورد الطارق أحمد عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وما يوليه جلالته من حرص واهتمام بتطوير وتنمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين منوها بمستوى التعاون الثنائي وما يشهده من تطور نوعي في مختلف المجالات ومؤبرا عن سعادته بزيارة مملكة البحرين متمنيا للمملكة وشعبها دوام النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر